بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على الشرق والخلق الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بمشيئة ربنا الحلم على بعض المحافظة رقم 13 محافظة الشرقية موجودة معنا صفحة 116 كتاب الامتحان يلا بينا على بركة الله أكمل العبارات الآتية رقم 1 البازلت من الصخور النارية نقط بسمها النارية اللي هي إيه البركانية البركانية أو ممكن سميها اللي هي السطحية برضك صح علشان دي بتتكون من اللي هي تبرد مين اللي هي اللافة بينما الجرانيت من الصخور النارية اللي هي الجوفية الجوفية علشان اللي هو الجرانيت بيتكون من اللي هو تبرد أو تجمد مين اللي هي المجمة تجذب الأرض الأجسام نحو مركزها بقوة تسمى بسميها اللي هي الجاذبية الارضية. الجاذبية الارضية. وتزداد هزي القوة بزيادة نقط الجسم. احنا عارفين ان عارفين ان الوزن اللي هو بيساوي الكتلة في عجلة الجاذبية. عندي في علاقة ارضية بين الكتلة وبين الوزن. كل ده ما يزيد ده يزيد ده ده يقل. كمان في علاقة بين اللي هي العجلة وبين الوزن. ده يزيد ده يزيد ده يقل ده يقل. فهنا بقول لي ايه الجسم? يعني ايه بيكلمنا على مين على قتلة ايه الجسم? يبقى عند الوزن هيزداد بزيادة مين قتلة مين الجسم? يبقى له قتلة الجسم. تتكون الطربة من خليط من مواد نقط ومواد نقط متحللة وجزور النباتات. احنا عارفين ان الطربة تتكون من ثلاث حاجات من مواد معدنية ومواد عضوية متحللة وجزور مين? النباتات. تأميل زرات اللافل الزات الى ايه الالكترونات? اللافل الزات زي ما احنا عارفين بتكتسب ايه? الالكترونات فاقول له اكتساب. اثناء التفاعل الكيميائي متحولة لأيون ايه? ايون سالب. طالما اكتسابت تتحول لأيون سالب. تفقد تتحول لأيون مجاب. تستخدم الطاقة النبوية القوية سلميا في اين? طبعا في انتاج مين? القهرباء. انتاج الطاقة القهربية. او نقل نقول له انتاج اللي هي قهرباء. وعسكريا فيه اللي هي انتاج او القنابل الزرية. استخرج العبارة او الرمزة غير المناسبة ثم اكتب ما يربط بين باقي العبارات او الرموز. هيدروكسيد السوديو. هيدروكسيد الكاليسيم. حمض الهادروكولوريك. هيدروكسيد المغنيسيو. الغلط عن دي مين اللي هو حمض اللي هو الهادروكولوريك? لان ده حمض. والباق كل ده عبارة عن قلويات. قلويات. القوارتز. الميكا. الالفين. الفلسبار. الغلط عندها اللي هو ايه? اللي هو الالفين. والباق دياتنا. الله عبرها معادن. تدخل في تركيب صخر. الجرانيت. قوة القصور الزاتي. قوة الاحتكاك. القوة داخل الانظام الحية. قوة الجاذبية. هنشيل مين قوة اللي هي الجاذبية. والباق دة عبارة عن القوة المصاحبة للحارقة. القوة. المصاحبة. للحارقة. المحيطات. الانهار. البحار. البحيرات المالحة. هنشيل مين اللي هي الانهار عشان ديات مياه عزبة. والباية ده عبارة عن مياه مالحة. مياه مالحة. قزفة صاروخ رأسية الاعلى. نحو هدف ما? وكانت قتلة الصاروخ كان ميت كيلو جرام. يبقى عندنا في البداية قتلة الصاروخ قدية ميت كيلو جرام. نكمل كنا. فاصطدم بالهدف له الصاروخ. وفقد سلاسة ارباع قتلته. تلات ارباع قتلته فقدها. وسقط على ايه? على الارض. فاذا كانت عجلة الجاذبية تسوي كم عشرة متر كل ثانية تربيع. احسب وزن الصاروخ بعد الاصطدام بالهدف. عشان نجيب الوزن. احنا عارفين الوزن بيسوي القتلة في اللي هي العجلة. يعني لازم احسب القتلة بتاعت من بتاعت الصاروخ. طيب. هو هنا فقد قدية تلات ارباع ايه كتلته. احنا قلنا كتلة الصاروخ في البداية كان يكام ميت كيلو جرام. طيب. ده طبعا ايه? قبل الاصطدام. طيب. هو فقد قدية. فنقول له كده. مقدار. ما فقده. الصاروخ. بعد الاصطدام. هو قد قدية. فقد قدية. فقد اللي هو تلاتة اربعة. يبقى اضرب رقم ده. في تلاتة اربعة. يعني تلاتة على اربعة. هيطلع لكم? خمسة وسبعين كيلو جرام. ده اللي هو فقده. عاوزين بقى يشوفه. اهو اتفضل منه قدية. يبقى اقول له. الباقي. من كتلة. الساروخ. بعد الاصطدام. تفضل منه قدية. يساوي. انا عندي كان في البداية كان كم? كم مية? ووافقة كم? خمسة وسبعين. اطرح ده مدات. تفضل لي كم? خمسة وعشرين كيلو جرام. يبقى هو ده اللي منه. هبدأ بقى احسب الله وعاوزه اللي هو مين? اللي هو الوزن. قل له بما ان الوزن بيساوي الكتلة في عجلة الجاذبية. تعالوا نعوض. الكتلة بكم? بخمسة وعشرين. في عجلة الجاذبية اللي بكم? اي اللي بعشرة. يبقى اضرب كم في عشرة. هيطلع لي كم ميتين وخمسين. انا بجيب ايه? الوزن. الوحدة بتاعتي نيوتن. يا رب يكون في منها. اختر الاجابة الصحيحة مما بين الاجابات المعطاة. اذا كانت سرعة السيارة تمانين كيلو متر كل ساعة. فان سرعة راكب السيارة داخلها. يعني واحد عايز جواها. تكون نقط كيلو متر كل ساعة. ما هيكون بنفس السرعة. لان هو موجود في نفس السيارة. فلما يقول سفر غلط اقل من تمانين غلط. تمانين كيلو متر. طبعا دي الاجابة الصح. هي نفس سرعة مين السرعة اللي هو ماشي بيها? علشان هنا السرعة النسبية هتسوي السرعة ايه الفعلية. اكبر من تمنين طبعا غلط. توجد طبقة ايه? في حالة منصهرة. القشرة? ولا الوشاح? ولا اللوب الداخلي? ولا اللي هو اللوب ايه? اللي هو الخارجي. طبعا عندنا الصحة نرى اللي هو مين? اللي هو اللوب ايه? اللي هو الخارجي. طبعا ده موجود فين? في اللوحة الايه? في حالة منصهرة. احنا عارفين اللي هو اللوب الخارجي. السمك بتاعه حوالي الفين ومئة كيلو متر. وده موجود يتكون ومن اللي هي طبقة من اللي هي الفلزات اللي هي ايه المنصهرة اما اللوب الداخلي طبعا ده موجود في حالة صلبة وده بيحتوي على عناصر اللي هي الحديد والنيكل عندنا الوشاح طبعا ده عبارة طبقة صخرية عندنا الكشرة الارضية طبعا ده طبقة خارجية صلبة خفيفة نسبيا يبصحها رقم ده تكافؤ الانصر اكس في المركب اللي قدامنا ده يطر اوحادي ولا سناي ولا سلاسي ولا ربعي طبعا بص كده اللي هم الدوني اكس تو او احنا عارفين الاكسوجين تكافؤ كام يعني ده اصلا ده عبارة كده اكس تو او احنا عارفين ان الاكسوجين تكافؤ كام سنائي يعني اكس اوه وده الاو الاكسوجين تكافؤ كام سنائي تمام واللين دين تحت مين تحت الاكس زي ما هو قدامي ها معنى كده الاكس ده هيكون تكافؤ كام فيش هنا رقم مكتوبة معنى كده ان الاكس ده تكافؤ كام وحادي عشان الواحد ما بيكتبش الواحد ما كتبش هتفضل لي مين اللي هو الاتنين تحت مين تحت الاكس يعني هيديني مين اكس تو اللي هو ميدهوني يبقى معلكده ان الاكس اللي هو بيسألنا عليها كافقه كام وحادي هو ده اللي انا عاوزه وصاله يبقى هنا نختار مين اللي هو وحادي يمثل الماء العز بنسبة كام من مساحة الغلاف المائي للارض 40% 71% 3% 50% 71% ده اللي هي المساحة اللي هي المائكة كله بالنسبة لي اللي هي الارض 3% طبعا ده الصح عندنا تؤدي زيادة نسبة اكسيد النيتروجين في الهواء الجوي الى تهايج الجهاز مين الهضمي ولا التنفسي ولا الحركي ولا العصبي طبعا مين اللي هو العصر اعبر بالارقام عما تدل عليه العبارات الاتية عدد الزرات المكونة لجزئ اللي هو كاربونات الالمونيوم عاوزين نشوف هنا فيه كام زرة عندنا فيه اتنين الالمونيوم عندي الثلاثة دي خلي بالي مضروبة في الحاجات اللي جوا يعني ثلاثة في ثلاثة بتسعة يبقى عندي فيه تسعة اكسوجين ثلاثة كاربون وعندي فيه اتنين كام اتنين الالمونيوم تعال نجمع كده قدي اتناشر واثنين يبقى عندي ثلاثة في ثلاثة بتسعة وعندي ثلاثة كاربون وعندي اتنين ايه اتنين الالمونيوم ثلاثة واثنين خمسة خمسة أوي تسعي بكام أربعتاشر يقول له أربعتاشر زر سمق طوعة اللي هي الوشاح الفين تمنمية خمسة وتمانين كيلو متر تقريبا سرعة انتشار موجات القهر مع ناطسية في الأوساط المادية والفراغ تلاتة في عشرة وستمانية متر لكل سنية هو ممكن أقول له تلتمية مليون متر كل سنية النسبة الماوية للصخور الرسوبية في سطح القتلة الصلبة للأرض نسبتها خمسة وسبعين في المية عجلة الجاذبية على سطح كوكب أورانوس اللي هي سبعة وسبعة وسبعين من مية متر لكل سنية تربيع فلز عنصر فلزي اسمه تدور زي ما قالك في الرياضة ده سين أوصاد ده يرمز لأي عنصر احنا عارفين فلزي يعني اخر مستوى فيه الكترون أو اتنين أو تلاتة تدور الكتروناته فيه كم مستوى فيه تلات مستويات يبقى عندنا ده المستوى الاولاني ده المستوى الاول التاني التالت ك ال احنا دلوقات مش عارفين اخر مستوى ده يطر فيه الكترون او اتنين او تلاتة لسه ما نعرفش عايزين نحدد يطر واحد ولا اتنين ولا تلاتة الكترون عشان قال لي في لز. يتحد مع القلور اللي هو سي ال سبعتاشر واحنا عارفين السبعتاشر ده توزيعه اتنين تمانية سبعة يعني انصر احادي مكونا مركب صيغته الكيميائية اللي هو قدام ده اكس سي ال تو. اكس سي ال تو. دلوقتي لما اسألك احنا عارفين طبعا ده اصله عبارة عن اكس سي ال. تمام? انا عند الاتنين. الاتنين ده بتاعت مين? بتاعت الاكس? يبقى الاكس ده تكافؤ كام سنائي? والكلور احنا عارفين تكافؤ كام وحادي? الواحد ولكن شايفه. تفضل مين? الاتنين حطنا تحت مين? تحت اللي هو السي ال. معنى كده الاكس ده تكافؤ كام سنائي هو ده اللي احنا عاوزين نوصل له. اصبح اي تكافؤ اي سنائي يعني اخر مستوى فيه كام فيه اتنين? يبقى هنا في اتنين. واول مستوى تشبع بكام باتنين? والتاني بتمانية. تعالى نجمع كده. اتنين وتمانية عشر. واتنين يبقى كام? يبقى اتناشر. يبقى العدد الزر بتاعه يبقى اتناشر. طالب من ايه? اول حاجة بقولي تكافؤ العنصر. هو اخر مستوى هنا في كام? في اتنين. ايه اللي يحصل له? هيفقد الاتنين. طالما هيفقد اتنين يبقى تكافؤ كام سنائي. يبقى تكافؤ سنائي. علشان هيفقد اتنين الكترون. العدد الزر العنصر للسائلين اتناشر. نوع عيون العنصر طبعا ده هيتحول ايه? ايه? ايه موجب? ايه? موجب. علشان هيفقد اتنين الكترون. وهيحمل شحنتين موجبتين. يعني هيكون عبارة عن اكس. موجب اتنين. عشان هيفقد كام اتنين الكترون. اكتب المصطلح العلمي الدل على كل عبارة من العبارات الاتية. رقم واحد. مواد تتفكك في الماء. وتعطي ايونات الهيدروكسيد السالبة او اتش سالب. دي القلويات. قوة تمنع انزلاق القدم اثناء السير على الارض. قوة. الاحتكاك. عناصر اللي يتشترك في التفاعلات الكيميائية لاكتمال مستوى الطاقة الخارجية لها. دي الغازات الخاملة. الغازات الخاملة. زانيون والهليوم والارجون. الطابعة الخارجية للارض وهي خفيفة نسبيا. يتراوح صمكها بين تمانية الى ستين كيلو متر تقريبا. دي القشرة الارضية. القشرة الارضية. اختر من العمود به ما يناسب العمود ايه? ثم مكتوب العبارة كاملة صحيحة. اول حاجة عندنا اللي هو الرخام. هيماشي معنا هنا. يتكون نتيجة تحول الحجر الجيري عشان الرخام ده صخر متحول. يمنختار مين رقم اربعة? ملح اللي هو بارود شيلي. اللي هيماشي معنا هنا. اللي هو مين? اسمه. اللي هو نطرات السوديوم. اللي هو الرمز بتاعه. ان ايه? النطرات ان اسري. ده احادي وده احادي. رقم تلاتة اللي هو البازلت. ده يتكون من اللافا عندما تبرد على سطح الارض رقم كام? رقم ستة. انقباض بساطة اللي هي العضلات. ده هينتج من تأثير قوى داخل الانظمة الحية المعقدة رقم كام? رقم واحد. ماذا يحدث عند الابتعاد عن مركز الارض? بالنسبة لكل من وزن وكتلة الجسم. طب اول حاجة اللي هي الوزن. هو الوزن هيزيد ولا اقل? طبعا الوزن هيقل. كل ما يبعد عن مركز الارض كل ما ايه? هيقل معنا ايه? الوزن. اقول له يقل. وزن. الجسم. كل ما تعدنا عن مركز الارض. طب تعالنا ناخد الحاجة التانية اللي هي الكتلة. لما سألك سؤال هل الكتلة تتغير بتغير مكان? طبعا لا. سوى عند خط الاستواء او بعيدنا اقربنا مش هيفر معنا. هي الكتلة سابتة معنا. فقول له تظل الكتلة سابتة. لانها لا تتغير بتغير المكان. كتلة العبارات الاتية بعد تصويب ما تحتها وخط رقم واحد. يدخل الدينامو في تركيب الجرز القهرابي انشيل الدينامو نكتب مكانه مين اللي هو المغناطيس القهرابي. المغناطيس القهرابي. الصيغة الكيميائية اللي النطارات الكاليسيوم هي ايه? تعالنا نكتبها بره. نطارات الكاليسيوم. نطارات الكاليسيوم. هنبدأ من الشمال كاليسيوم زي ما احنا عارفين اللي هو سي ايه? النطارات ان او سري. النطارات التكافؤة اوحادي. وكاليسم سنائي. الواحد ده ولكن انا شايفه. تفضل لي مين اللي اتنين? هنا المجموعة الزرية اخد التكافؤ جديد. طالما هتاخد تكافؤ جديد لازم عامل عليه قوس خلي بنا. هيصبح الرمز سي ايه? افتح قوس ان او سري. واحط التكافؤ جديد لو كام اللي هو اللي اتنين. دي ما عند الرمز بتاعي طبعا ده غلط. اللي هو سي ايه? افتح قوس ان او سري. اغفل قوس كل ايه? كل اتنين. تحتل الارض الترتيب الخامس من حيثه الحجم بالنسبة لكواكب المجموعة الشمسية. طبعا يبتحتل الترتيب كم? اللي هو الرابعة? الرابعة. مجموعة قتل المواد الداخلية في التفاعل الكيميائي. اقل من مجموعة قتل المواد الناتجة من التفاعل الكيميائي طبقا لقانون بقاء المادة. هنشي الاقل من. اقول له ايه? يساوي. اجيب عما يالي رقم واحد. اكتب معادلة معادلة التفاعل الرمزية. تفاعل غاز النشادر مع كولوريد الهيدروجين. عندنا النشادر الرمز بتاعه. مع كولوريد الهيدروجين. هيكوين لي. ده اسمه كولوريد الامونيوم. كولوريد الامونيوم ده ده عبارة صحب ايه? بيضاء. يبا ده صحب. بيضاء. من كولوريد الامونيوم. وطبع اللي قدام ده عبارة تفاعل اللي هو مركب معي مع مركب. رقم اتنين. اكمل الفرق بين نصف القطر الاستوائي. ونصف القطر القطبي للارض. بيساوي كم كيلومتر? اتنين وعشرين كيلومتر. سوما تحته خط. لولا طابعة مين? كاتب لي الفريون لهلكة الكائنات الحية على سطح الارض. هنشيل الفريون ونكتب مكانها اللي هي طابعة الازون. طابقة الازون. احنا عارفين طابعة الازون بتحمي الارض من خطر الاشعاء الفوق بنفس جاية. العبارة صحة ام خطأ? السرعة النسبية لجسم متحرك بسرعة ما? بالنسبة لمراقب متحرك. مراقب ايه? متحرك. بنفس السرعة. يبا هو نفس سرعته? وفي نفس الاتجاه تساوي سفر. يعني ايه الكلام ده? ما احنا عارفين السرعة النسبية? سرعة النسبية. وهو اللي هنا في نفس الاتجاه بتساوي. السرعة الفعلية. نائز مين? نائز سرعة المراقب. قال لي هنا هم الاتنين بنفس ايه? بنفس السرعة? بنفس ايه? السرعة. يعني السرعة الفعلية هي نفس سرعة مين المراقب يعني هنفترض اي رقم مثلا هنفترض ان هي مية بكيلو هنفترض ان السرعة الفعلية مية كيلو متر وعند سرعة مراقب مية كيلو متر. لما اطرح ما هيطلع لكام هيطلع لسفر. فاصبحت العبارة ايه صحيحة. رقم جيم. اسكر السبب العلمي. عندما تكتسب الزرة الكترونة او اقصر تصبح ايونة سالبا. اقول بالاجابة رقم جيم. لان عدد الالكترونات السالبة يصبح اكبر من عدد البروتونات الموجبة. فعشان كده بتتحول ايه? الى ايون سالب. ياربكم فهمنا? ما تنسوناش من صالح دعوكم. كان معكم استرطار واللقاء ان شاء الله في حلقة قادمة. وبالتوفير للجميع رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.